بالتوازي مع التحذيرات المتبادلة بين إيران وإسرائيل يزداد التصعيد بين الجانبين في ظل انكشاف معلومات استخباراتية بحسب الإعلام العبري حول نوايا إيران لشن هجمة الرد على إسرائيل بمئات الصواريخ ضمن استراتيجيات عسكرية وتكتيكات سياسية دقيقة فأمام رغبة إيران في الانتقام المدروس يجد حلفاؤها أنفسهم في موقف حرج لأن حزب الله خليفها الرئيسي يعاني من ضعف ملحوظ في بنيته التسليحية بحسب خبراء وهنا يتجلى سؤال أساسي هل ستستطيع طهران أن تتبنى ردا يظهر قوتها دون أن ينزلق بها نحو مواجهة مفتوحة أم ستكتفي بإبقاء النار تحت الرماد انتظارا لتطورات إقليمية أو دولية تمكنها من التقدم بأوراقها يشير المحللون إلى أن طهران تعي جيدا أن أي مواجهة عسكرية موسعة ستضعف موقفها داخليا وخارجيا وهو ما يلقي بظلاله على سياسات الرد المحتملة وتحديدا يحذر الخبراء من أن القيادة الإيرانية قد تلجأ إلى تنفيذ رد محدود وموجه يحافظ على توازن الردع دون أن يفتح الباب أمام حرب لا تستطيع طهران تحمل تكاليفها في ظل العقوبات الاقتصادية وأوضاعها الداخلية المتأزمة في هذا السياق فإن تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتحفظة التي تتجنب الدعوات للتصعيد المباشر تؤكد هذه الاستراتيجية الحذرة فالمرشد الإيراني علي خامنعي نفسه قد شدد على أهمية التريث وضبط النفس ما يشير إلى تبني إيران لسياسة الصبر الاستراتيجي التي تمنحها الوقت لقراءة التحركات الدولية خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتي قد تؤدي إلى تحولات في السياسة تجاه المنطقة أما على الصعيد الإسرائيلي فيبدو أن تلعبيب تراهن على تفوقها العسكري وقدرتها على ترويض محاولات التصعيد وهو ما تجلى في هجماتها الأخيرة التي بحسب خبراء تهدف لتقليل احتمالات التوتر عبر توجيه ضربات دقيقة تستنزف الموارد الإيرانية دون جر المنطقة لحرب شاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر